طيب هنروح للتنس الأرضي الحقيقة عندنا فيه لعبة مهمة جداً كبيرة في السنة عنده 40 سنة اسمها فينوس ويليامز فينوس دي كان لها أخت لعبة صاحبة البشرة الصمراء هاي اللي دخلها دي على فكرة دي عنده 40 سنة لعبة اللعبة الأوكرانية اسمها أقول لكم اسمها ديانا يسترميسكا لعبة الأوكرانية لعبة الأوكرانية اللعبة صحمر دي عنده 20 سنة الرانكينج بتاع الوليامز عندها الرانك بتاعها 65 الرانك بتاع اللعبة الأوكرانية 21 طبعاً الأوكرانية فازت بالمباراة فازت بنتيجة 3-1 أو 2-1 بعد ما تأخرت المجموعة الأولى يعني خصة المجموعة الأولى 5-6 7-5 المجموعتين الثانية فازت 6-2 وفازت 7-2 يسترميسكا عنده 20 سنة زي ما قلت رحضة كله وعانة في الصورة دي أحد اللعبات الوعدات 20 سنة طبعاً تشايفين تلعب الزك كان بتلعب بش سليمة كانت مباراة جميلة جداً جداً وليامز اللي أقول لكم دي 40 سنة ولسه بتلعب وبتقدي وليها رانك عالمي 65 الحقيقة الواحد بيبقى حزين لما بيلاقي لعبات عالميات كده أو لعبات يعني بالسن ده وبيلعبوا في الرانك ده وإحنا ما عندناش أبطال الحقيقة في أول ميت بطل تنس نفسنا نفسنا بشكل كبير يبقى عندنا طبعاً بطل أو بطلة مصرية في أحسن ميت لعب تنس طيب بالنسبة للرجال عندنا شابوفالوف ده طلع الدور التاني الحقيقة من بطولة ويستراند سازرن خلينا أقول لكم حاجة البطولة دي في أمريكا في نيورك اسمها ويستراند ساوسرن البطولة دي طبعاً انتم بطوله طب التنس بتلعب لي زي ما انتم شايفين التنس في تباعد اجتماع ما فيش أي مشكلة خالص في كورونا حتى كل الناس في تباعد ما فيش أي مشكلة حتى الولاد اللي برا لابسين الكمامات طبعاً دينس شابوفالوف ده لاعب كندي حقيقة وتأهل الدور التاني بعد ما فاز على مارين شيرتس والحقيقة فاز بقى دي فاز بمجموعتين ستة تلاتة واثنين سفر ستة تلاتة ستة تلاتة طيب